تلقى الرئيس الإيراني حسن روحاني اتصالا هاتفيا من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد تم فيه التأكيد على أهمية التحالف الإيراني القطري بالنسبة لقيادتي البلدين وتطابق الرؤى فيما بينهما بشأن اليمن في وقت تشهد فيه البلاد تقهقرا غير مسبوق للميليشيات الإنقلابية على يد القوات الشرعية مدعومة بالتحالف العربي ويسلط هذا الاتصال الضوء على التقارب المثير للجدل بين البلدين بشكل يحرج الشعب القطري الذي لم يعتد الانسلاخ عن محيطه الخليجي والعربي حالة من الارتباك والتخبط لازالت تعصف بأركان النظام القطري رغم مرور أكثر من عام على أزمته التي افتعلتها سياساته المثيرة للجدل على مدى سنوات طويلة يتجسد التخبط في اتصال هاتفي تلقاه الرئيس الإيراني حسن روحاني من نظيره القطري تميم بن حمد اتصال بعيد المدى بالنسبة لدول المنطقة ملؤه القرب والترحاب بالنسبة للنظام القطري تم التأكيد فيه على أهمية التحالف الإيراني القطري بالنسبة لقيادتي البلدين وأشار أمير قطر إلى أنه يتابع شخصيا تعزيز العلاقات المشتركة دع جانبا دلالات هذا الاتصال التي تؤكد على ما ذهبت إليه الدول الداعية لمكافحة الإرهاب طوال الأشهر الماضية والتقارب الهادف لضرب استقرار المنطقة والذي كان محل نفي قطري دائم فلم يعد هناك ما يمكن نفيه بعد هذا الاتصال دع جانبا كل ذلك فهناك المزيد خلال الاتصال تم التأكيد على أن أمير قطر والرئيس الإيراني يتفقان على رؤية موحدة بشأن اليمن وفي ذلك إحراج كبير بالنسبة للشعب القطري فما هي الرؤية الموحدة يا ترى تتمثل الرؤية الإيرانية في اعتبار الميليشيات التي انقلبت على الشرعية وسرقة البلاد شعبا مستضعفا مضطهدا يجب التدخل لنصرته طبقا للمادة الرابعة والخمسين بعد المئة من الدستور الإيراني التي تؤكد على سعي النظام لدعم النضال المشروع للمستضعفين في أي نقطة من العالم كما تعتبر الرؤية الإيرانية استجابة دول التحالف العربي لطلب الرئيس اليمني إنقاذ شرعيته عدوانا وفي ذلك جناس متناقض مع دور إيران في سوريا ولبنان والعراق واليمن وغيرها من دول المنطقة كما تتمثل الرؤية الإيرانية في احتضان الميليشيات الانقلابية وتمويلها ودعمها عسكريا ولوجستيا بهدف إطالة أمد الأزمة اليمنية وعلى الجانب الموازي تتمثل الرؤية القطرية في خيانة التحالف العربي وتزويد الميليشيات الانقلابية بإحداثيات تمركز قواته في اليمن إضافة إلى اعتراف مسؤولي نظام الدوحة بعدم رغبتهم المشاركة في التحالف لإنقاذ اليمن وشعبه من أزمته والاعتماد على سياسة قلب المفاهيم باعتبار شهداء التحالف العربي قتلا وانتهاكات الميليشيات الإيرانية دفاعا عن الحرية كما تسخر الرؤية القطرية منصاتها الإعلامية كافة للترويج للميليشيات الانقلابية وما بين الرؤيتين الإيرانية والقطرية رؤية واحدة تختلف وسائلها وتتفق غايتها يكشف الاتصال الهاتفي ما كان جليا بالنسبة للدول الداعية لمكافحة الإرهاب وما كان كليلا عن عين الشعب القطري الذي لم يرضى يوما الانسلاخ عن محيطه الخليجي والعربي والارتماء في حضن عدوه صاغرا تجبره على ذلك سياسات نظامه بعد أن كان أمن واستقرار المنطقة ضحية لنظام الدوحة أصبح الشعب القطري ضحية نظامه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر